السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن هل تأخر الدورة عشر أيام طبيعي أم لا وما هو المعدل الطبيعي لتأخر الدورة الشهرية نبدأ بعد الدورة الشهرية ابتداء من اليوم الأول من قدومها حتى اليوم الأول من قدوم الدورة التي تليها في المتوسط تكون الدورة الشهرية 28 يوم ويعد تأخر الدورة الشهرية إلى 35 يوم بين الدورتين أمرا طبيعيا كما يعد تقدم الدورة الشهرية إلى 21 يوم أو أكثر أمرا طبيعيا أيضا لذلك لكي تعرفي أن تأخر الدورة الشهرية لديك طبيعي أم لا قم بحساب آخر موعد للدورة الشهرية لديك وأقوم بحساب عدد الأيام فإذا مر أكثر من 35 يوم من آخر موعد لنزول الدورة لديك فإن ذلك يعد أمرا غير طبيعي كما وأنه قد تتأخر الدورة الشهرية بشكل طبيعي عند الفتيات المراهقات في أول سنتين من قدومها ومع الزمن تصبح الدورة الشهرية أكثر انتظاما في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعمنا بلاقي وكومنتو وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ